غدا تجتماع كل من وزراء الخارجية الأمن والطاقة الإسرائيليين وأعلانهم أن منصة كريش لن تدخل غاز من المنطقة المتنازع عليها وقبيل الكلمة المرتقبة للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله مساء الخميس تتجه أنظار اللبنانيين جميعا نحو ملف التنقيب عن النفط والغاز وباخرة التنقيب الراسية في مياه العدو نظرا لما يحمله هذا الملف من أهمية على مختلف الصعود وإذا كانت المعلومات عن الموقف اللبناني الرسمي التي ترشح عن توحد في هذا الموقف بين الرئيس الجمهورية العمال ميشيل عون ومجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي إلا أن بعض المعطيات تشير إلى أن الصورة لم تكتمل بعد وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإن هوكشتاين يحمل في جعبته عرضا وحيدا وهو أن الحد التفاوضي الوحيد للبنان هو الخط 23 مع إمكان إجراء بعض التعديلات عليه وفقا لحركة الحقول فبدلا من أن يكون خطا مستقيما من اليابسة باتجاه البحر يمكن أن يصبح خطا متعرجا يتبع حركة الحقول بحيث يصبح كامل حق الكاريش في المنطقة الإسرائيلية وكامل حق القانا في المنطقة اللبنانية مع اقتطاع مساحة لن تعرف بعد من البلوك رقم 8 اللبناني هذا على ضفة هوكشتاين أما على الضفة اللبنانية فتؤكد مصادر مطلع على أجواء قصر بعبدالي الأوتيفي أن الاثنين سيلتقي رئيس الجمهورية والوسيط هوكشتاين بحضور السفيرة الأمريكية وسيبدل رئيس عون ملاحظات لبنان على المقترح الذي أتى هوكشتاين حاملا إياه والذي غاب عنه فترة طويلة وإذا كان مبدأ التفاوض غير المباشر لا يزال قائما وإذا كانت الحركة المكوكية لا تزال قائمة من المفترض أن ينقل ملاحظاتنا للعدو الإسرائيلي مع التشديد على نقطتين اللا تطبيع ولا علاقات مباشرة مع العدو في هذا الإطار على صعيد الحلول كالحقول المشتركة مثلا وثانيا أن يكون هناك حظوظ أي بمعنى اللا استكشاف ولا تنقي ولا استخراج بالمناطق المتنازع عليها وهنا شددت مصادر مطلعة على أهمية المعادلة التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر أبناء بجبران باسيل عن أنه لا تنقيب في كاريش إذا لم يكن هناك تنقيب في قانا هو الذي عاد اليوم وكتب على تويتر يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط 29 طالما هي فوق كاريش ولا يكفي أن تقول إسرائيل أنها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحق الواحد الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط 29 رسميا فيتحول من تفاوضي إلى قانوني والآن الوقت لفرد معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا مصادر الرئيس نبي بر اكتفت بالإشارة عبر الأوتي في إلى أن اتفاق الإطار هو الحل الوحيد الذي يوصلنا إلى حقنا هكذا كان موقفنا وهكذا سيبقى وفي الإطار عين أهلفت النائب السابق علي درويش عبر الأوتي في إلى أن هناك اجتماعا قريبا من المفترض أن يعقد بين رئيس الجمهورية والرئيسين بر وميقاتي خلال فترة زمنية قصيرة للوصول إلى رؤية موحدة لأن هكذا موضوع لا يجب أن يكون خاضعا للتجاذبات لأن الأمر يضعف موقف لبنان التفاوضي وأعرب درويش عن اعتقاده بأن المفاوضات لن تكون سهلة فالملف شائك وبحاجة لمجهود كبير وعلى مواقف لبنان أن تكون رادعة لأي قدم من ثرواتنا أكان من خلال الجيش أو المقاومة اشتركوا في القناة